الجولكوز بعد ما يدخل للخلية ويحصل لانشطار في منطقة السيتوبلازم بالتحديد في السيتوزول بيتحول إلى اتنين جزء حمد بيروفيك وبنحصل على اتنين ATP ده غير كمان إن فيه اتنين ناد موجب اللي هم مرافقات الإنزيمات بيحصل لهم اختزال وبيتحولوا إلى اتنين ناد H بعد كده حمد بيروفيك المفروض إنه بيدخل إلى الميتوكوندريا علشان يكمل عملية التنفس الخلوي الهواي وعلشان حمد بيروفيك يدخل إلى داخل الميتوكوندريا محتاج تسكرة والتسكرة الدخوله هي الأكسوجين فلو متوفر الأكسوجين بيدخل حمد بيروفيك إلى الميتوكوندريا وبيكمل عملية التنفس الخلوي الهواي عادي خانص وتم بحمد الله شرح التنفس الخلوي الهواي كاملا لكن لو ما فيش أكسوجين بندخل في مرحلة تانية وعملية تانية اسمها التنفس الخلوي اللاهواي وهي عملية بتلجأ لها الخلية علشان تحصل على الطاقة من الجولوكوز في غياب الأكسوجين والطاقة اللي تحصل عليها الخلية بتكون قليلة جدا وهي اتنين ATP بس اللي بناخدهم أثناء انشطار الجولوكوز أصلا في السيتوبلازم والتنفس الخلوي اللاهواي معروف باسم التخمر والتخمر ده ممكن يكون حاجة من اثنين يأما ممكن يكون تخمر حمدي فبينتج عنه حمد اللاكتك وممكن يكون تخمر كحولي فبينتج عنه الكحولي السيلي أو ما يسمى الإيسانول وبيتم تحديد نوع التخمر وفقا لنوع الخلية التخمر الحمدي مثلا بيحصل في الخلية الحيوانية وخصوصا العضلات وبرضو كمان بيحصل في خلايا البكتيريا في خلايا العضلات لما بنبزل مجهود عنيف أو تدريبات شقة الخلايا لما بتخلص كل الأكسوجين اللي وصل لها وبتحتاج لطاقة تانية بتلجأ للتنفس الخلوي اللاهواي بمعنى إنها بتحصل على طاقة من الجولوكوز في غياب الأكسوجين وبالتالي بتلجأ العضلات لاختزان حمد البيروفيك وبيتحول إلى حمد لاكتك حمد البيروفيك رمزه C3H4O3 حصله اختزان لإنه اكتسب الإلكترونات الموجودة في جزء الناد H فبيتحول إلى حمد لاكتك رمزه C3H6O3 وحمد لاكتك هو حمد رخم شوية لما بيترصب على العضلات بيسبب التعب أو الإجهاد العضلي وده كان تفسير إجهاد العضلات والتعب بعد بزن مجهود ضخم أو تدريبات شقة بس الخلية لما بيتوفر لها الأكسوجين تاني بعد كده يعني بيتأكسد حمد لاكتك وترجعه لحمد بيروفيك مرة تانية علشان يتحول إلى أستايل مرافق الإنزيم ألف ويبدأ أنه يدخل دورة كريبس ويكمل مراحل التنفس الخلوي الهوائي عادي خادس ده كان الجانب المضر من التخمر الحمدي لكن الجانب المفيد بيحصل في خلايا البكتيريا بحيث أن التخمر الحمدي في البكتيريا بيحصل طبعا عن طريق اختزال حمد اللاكتك إلى حمد بيروفيك في غياب الأكسوجين فبنستغل النوع ده من التخمر في تصنيع منتجات الألبان زي الجبنة والزبادي بالنسبة للتخمر الكحولي بيحصل في بعض أنسجة النباتات والخميرة بحيث أنه بيتم اختزال حمد البيروفيك إلى كحول الإيسيلي اللي هو الإيسانول حمد البيروفيك فيه ثلاثة كربون والكحول الإيسيلي فيه اثنين كربون الكربونة الثالثة بتخرج في صورة ثاني يكسيد الكربون برضو التخمر الكحولي فيه منه جانبين جانب مضر وجانب مفيد الجانب المضر في التخمر الكحولي هو أنه بيستخدم في صناعة الكحول والجانب المفيد من التخمر الكحولي هو أنه بيستخدم في صناعة الخبز من الخميرة ومن التجارب العلمية ليثبات عملية التخمر الكحولي أن لو جبنا فطر خميرة وحطناه في أنبوبة وحطينا عليه محلول سكري أو سكر او عسل اسود مخفف بحيث ان يكون فيه جلوكوز ووصلنا الانبوبة بانبوبة تانية فيها ماء جير وماء الجير معروف بانه رايق حتى بنقول يا بخت ماء الجير علشان رايق وغطصنا انبوبة التوصيل اللي بتوصل ما بين الانبوبتين في ماء الجير علشان نمنع وصول الاكسجين نهايي عن فطر الخميرة وطبعا بنسد الانبوبة اللي فيها الخميرة بسدادة ونسيبهم في مكان دافي لمدة ساعة مثلا هنلاحظ ان الخميرة هتتنفس تنفس لاهوائي لان احنا منعنا عنها الاكسجين فيبدأ انه يتصاعد داس عنيوكسيد الكربون علشان يعقر ماء الجير ويتحول المحلول السكري اللي فيه جلوكوز الى كحول وبرضو هنشم ريحة الكحول والعملية دي اسمها عملية التخمر الكحولي والسبب في تعقر ماء الجير هو ان ماء الجير عبارة عن هيدروكسيد كالسام رمزه CAOH2 لما بنضيف عليه سانيوكسيد الكربون ان رمزه CO2 بيتحول الى كربونات كالسام ولرمزها CACO3 زائد الماء اللي رمزها H2O كربونات الكالسام لا تزوب في الماء وبالتالي بتكون راسب ابيض فبيتعقر ماء الجير ويتحول الى لون الابيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر